السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن الأخبار عنوين مثيرة بعد خسارة النادي الأهلي لمباراته أمام نادي الزمالك نبدأ بالعنوين وطرد مستحق وهدف مشكوك في صحته وهاني عبد الفتاح الأفضل في القمة 127 الأهلي يقدم شكوى للاتحاد المصري بسبب أخطاء التحكيم للحكم إبراهيم موردين مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدور الأول من الدور وموعد مباراة الأهلي القادمة أمام مازنب الكنغولي والقناة الناقلة وموعد نهاء الصبر الأفريقي اليوم لكرة اليد بين الأهلي والزمالك في الجزائر في البداية من انساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة أكد عادل عقل الخبير التحكيمي أن الحكم الدولي إبراهيم نور الدين تمتع بلياقة جيدة خلال إدارته للمباراة أو للقمة 127 بين الأهلي والزمالك والتي أقيمت مساء الاثنين وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف ولكن اللقاء شهد أكثر من قرار تحكيمه مسير لجدل في الدقيقة اثنين قرى مشتركة بين رامي ربيعة وزيزو والحكم سمح باستمرار اللعب والفار أكد أن القرار صحيح في الدقيقة 31 تغاضى الحكم عن طرد كريم ندفد إنذار ثاني للتهور كما تغاضى عن إنذار محمد عبد المنعم للاعتراض على قرار الحكم في الدقيقة 56 من عمر اللقاء احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سيف الجزيري بناء على تعاون المساعد الأول سامي هلهل لكن الفار تدخل بسرعة واستدعى الحكم إلى شاشة المراجعة ليعود ويعلن إلغاء القرار بعدما شهد صورة واضحة في شاشة المراجعة الحكم أشهر البطاقة الصفراء في ثلاث مناسبات للثنائي الأهلي كريم ندفد ومحمد عبد المنعم مقابل إنذار لزيزو لاعب الزمالك على مقعد البدلاء الحكم لم يكن موفقا في تقدير الوقت بدل الضائع خاصة في نهاية شوط المباراة الثاني الذي كان لا يقل عن تسع دقائق ظهر المساعدان سامي هلل وهاني عبد الفتاح بشكل جيد خلال اللقاء وتمركزه بشكل جيد وتحمل العبء الأكبر في اللقاء في القرارات المؤسرة خاصة عبد الفتاح الذي تعامل جيدا في الإشارة بالتسلل في أكثر من قرار صحيح الفار تعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للبروتوكول وإن كان يجب أن يتدخل في هدف الزمالك الثاني لوجود مخالفة على الجزيري والهدف ركل حر أو فاول على سيف الدين الجزيري فاول واضح مئة في المئة والفار كان عليه أن يتدخل ويراجع الهدف اتفق نادي الأهلي والزمالك من أجل تقديم شكوى ضد الحكم إبراهيم نور الديم الذي أدار اللقاء حيث يستعد خالد بيبو من رصد بعض الأخطاء التحكمية لمناقشتها مع لجنة الكرة في الأهلي من أجل احتمالية تقديم شكوى لرابطة الأندية ضد طاقم تحكيم المباراة بقيادة إبراهيم نور الدين وكانت دكة مدلاء الزمالك قد أكفت الكرات عقب إحراز الزمالك الهدف الثاني وهذا دعا خالد بيبو للتوجه إلى غرفة الحكام وإبراهيم الدين وإبراهيم نور الدين من أجل تسجيل اعتراضه وكشف التقارير أيضا أن أحد مسؤولي الزمالك أشار أن مجلس الزمالك ينوي التقدم بشكوى ضد إبراهيم نور الدين بسبب ما ارتكبه من أخطاء كارثية في حق نادي الزمالك هذه هي الأخبار من نادي الأهلي ونادي الزمالك أما مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدور الأول من المباراة بعد أن انتهت أحداث مباراة القمة بفوز نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف حيث هناك مباريات متبقية للنادي الأهلي في الجولة التاسعة الأهلي والاتحاد السكندري يوم سبعة مايو سبعة خمسة الجولة أحداشر الأهلي وفاركو يوم الاثنين أربعة عشر يونيو الجولة اتناشر الأهلي والداخلية يوم الجمعة واحد وعشرين يونيو هذه المباريات المتبقية للنادي الأهلي وأيضا في الجولة التلاتاشر الأهلي يواجه طلاقع الجيش واحد يوليو في الجولة اربعة عشر الأهلي يواجه بيرامدس الجمعة اتناشر يوليو الجولة سبعة عشر الأهلي ومودرن فيوتشر أما مباريات الزمالك المتبقية في الجولة احداشر سراميكا كيلوباترا يوم الجمعة اربعة عشر يونيو الجولة اتناشر الزمالك وفاركو واحد وعشرين يونيو في الجولة ستاشر طلاقع الجيش يوم الخميس 11 يونيو والجولة 17 بلدية المحلة هذه المباريات المتبقية للنادي الأهلي والزمالك في الدور المصري في الدور الأول وبناء عليه يتحدد الأول والثاني للاشتراك في دور أبطال أفريقيا والثالث والرابع في الكنفدرالية الأفريقية والأهلي وبرامتز الأقرب في دور أبطال أفريقيا والزمالك وفيوتشر الأقرب للكمفدرالية الأفريقية يستعد النادي الأهلي للصفر إلى الكنغو وذلك لمواجهة نادي مازنب الكنغولي حيث يستعرف تدريباته اليوم وغدا بخوض مران خفيف قبل الصفر إلى الكنغو الساعة 2 من ظهر نفس اليوم وغدا إن شاء الله صفر الأهلي قبل المباراة بيومين جاء من أجل الترتيب على الملعب الرئيسي الذي يستضيف المواجهة أيضا سيكون هناك تدريب يومي الخميس والجمعة في الكنغو وحدد مارس الكولر موعد الصفر للكمغو لمواجهة مازنبي حيث تقرر صفر البعثة الساعة 2 ظهر الأربعة على متن طائرة خاصة أما موعد المباراة ستكون يوم السبت القادم الموافق 20 من أبريل في الكنغو الساعة 3 عصرا بينما تقام مباراة الإياب إن شاء الله مساء الجمعة 26 من أبريل الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي في مباراة الزهابة والعودة في مباراة الإياب إن شاء الله والصعود إلى النهاء الأفريقي أخيرا موعد اليوم مباراة نهاء الصوبر الأفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك حيث ضرب فريق اليد بالنادي الأهلي موعدا مع الزمالك في نهاء الصوبر الأفريقي لكرة اليد فقد تأهل فريق اليد للنادي الأهلي من بطولة الصوبر الأفريقي على حساب نصيره BMC الكنغولي وفاز فريق يد الأهلي على الكنغولي على BMC الكنغولي خلال المباراة التي جمعتما مساء أمس 38.21 والزمالك تأهل أيضا بعد الفوز على جي اسكي الكنغولي أيضا عصر الاثنين 41.29 يلتق الأهلي اليوم مع الزمالك في نهاء الصوبر الأفريقي لكرة اليد مساء اليوم السلساء الساعة 7.30 مساء وتزيع قناة On Time Sport المباراة في النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة